طلابي الأعزاء طلاب التعليم المفتوح المستوى الثالث فصلة ثاني التعليم المدمج بنلتقي في مادة تشخيص المشكلات التنظيمية والإدارية وكان لي الحظ أن أنا شرفت بالتدريس لكم في مادة الإدارة الأعمال المكتبية فأتمنى أنتم تبقوا معي بالضبط زي ما كنتم تبقوا معي في المحادرات بتاعتكم متفاعلين وإن شاء الله تبقوا بخير طبعا زي ما احنا متعودين أن الامتحان بتاعنا بيبقى متقسم لخمس أسئلة عبارات صح وغلط اختيار متعدد لو الامتحان هيبقى أونلاين لو الامتحان العادي هيبقى عبارات صح وغلط واشرح بالرسم فقط وسؤال مقالي ومقارنة وبما تفسر تمام كده احنا من الأول متفقين على أن طريقة الامتحان ممكن تبقى كده وممكن تبقى كده وطبعا هنبلغكو بيه اللي هيحصل أول باول مادتنا بتتكلم على تشخيط المشكلات التنظيمية والإدارية وديكو شايفين اهو المشكلة اللي احنا موجودين فيها ونحاول نحلها وننظمها وندرها ونستخدم فيها سيناريوهات كتير قوي علشان نحلها نشوف عندنا كده مشكلتين بساط لكن مهمين جداً مع المنظمات والإدارات المختلفة خلينا نتكلم على أول واحدة فيهم وهي الدافعية للعمل والتحفيز عليه عندنا مشكلة كبيرة قوي أن فيه ناس ما بتشتغلش إلا لما تاخد حوافظ وفيه ناس بتشتغل ومش بتهمها الحوافظ طب يا ترى إيه اللي بيدفع الناس دي للعمل هو الأداء بتاعنا أصلاً نباره عن إيه؟ القدرة على العمل والرغبة في العمل هيا دي تؤدي إلى الدافعية الأداء بتاعك شكله عمل إزاي؟ هل يترى عندك قدرة على العمل؟ عندي قدرة على العمل 24 ساعة هل يترى رغبتك في العمل موجودة؟ لا زهقان ملان مش مبسوط خايف الآن كل دي مضغوط جداً في الشغل عندي مشاكل في البيت عندي أزمة ملاية عشان الأداء يبقى مضبوط ويبقى فيه دافعية للعمل لازم يكون فيه قدرة على العمل وفيه رغبة في العمل ممكن أقول هنا عبارة صحة وغلط أن نهتم في الدافعية بأداء الأفراد في قدرتهم على العمل بغض النظر عن رغبتهم في العمل يبقى العبارة خطأ أو أني أقول أن القدرة على العمل والرغبة في العمل هي المحور الأساسي في أداء الفرد بدافعية يبقى العبارة صحة يعني إيه دوافع؟ إيه الدافعية اللي بنتكلم عليها دي؟ الرغبة أو القوة أو الحماس الذي يوجد لده فرد معين واللي ناجم عن إيه؟ عن وجود حاجة نقصة لديه والذي يدفعه للقيام بسلوك معين من أجل إجباع حاجاته النقصة أو من أجل تحقيق أهدافه يبقى إذن أنا مش هدور غير على الحاجات اللي نقصة الغير مشبعة اللي عندي يبقى إذن الدافع هو رغبة وقوة هتحركني علشان ألبي الحاجة اللي نقصة عندي تمام كده؟ يبقى إذن الدوافع رغبة توجد لده الفرد بتنشأ عن حاجة نقصة جواه بيقوم بسلوك معين علشان خاطر يوش باعه زي بالزبط كده الدافع للأكل الجوع والسلوك اللي هياخده أنه هيروح يشتري أو يدور على حاجة يكل علينا نشوف فيه نظريات كتير للدوافع ولأن احنا مديقين المحاضرات فمش هناخد غير حاجات بسيطة منها وأهمها فيه نظريات تخص العمليات وفيه نظريات تخص المحتوى نظريات العمليات زي نظريات التوقع لفكتور فورم نظرية بورتر نظرية العدالة نظرية الهدف وفيه نظريات المحتوى هي نظرية X ونظرية Y نظرية تدرج الحاجات لمسلو وإنتوا عارفينها ونظرية الديرف ونظرية ميكميلاند ونظرية العوامل الدافعة والصحية هننقي نظريات البسيطة قوي ونتكلم فيها طيب خلينا نشوف أول حاجة عندنا آه قبل ما نقلب الشريحة دي خلينا نقول هنقول تتعدد نظريات الدوافع ما بين نظريات العمليات ونظريات المحتوى ومن نظريات المحتوى نظرية العدالة ونظرية الهدف عبارة خطأ تتعدد نظريات الدوافع ومنها نظريات العمليات ومن ضمنها نظرية الحاجات لمسلو وX وY برضو العبارة خطأ تمام كده هقول اختيار من المتعدد نظريات العمليات نظريات الدى التوقع بورتر العدالة كل ما سبق كل ما سبق نظريات المحتوى نظرية XY نظرية الحاجات لمسلو نظرية ألدرف كل ما سبق يبقى كل ما سبق تمام كده دوجلس بيقول ان وراء كل قرار توجد مجموعة من الافتراضات عن الطبيعة البشرية بتاعة الافراد الموجودة عندي فقام بتقسيم نظريات دوافع الانسان لنظريتين واحدة X نظرية XX يعني حاجة هيه بنرفضها هيه وترى ان الانسان مخلوق كسلان اناني غير طموح وكل متطلباته بتتبلور في اجباع حاجاته والجسمية والامان فقط ده X نظرة متشأمة جدا للانسان هو هو دوجلس برضو عمل نظرية سماها نظرية Y وقال فيها ان الانسان مخلوق يتميز بالإيجابية وحب العمل والنشاط واحدة شرق واحدة غرب تمام كده يبقى اذا نظرية XY للعالم دوجلس وقال انه هو X يعني الدوافع بتاعت الانسان كلها فلوس وهو اصلا كسلان واناني ما عندوش اي طموح وY العكس تماما وقال للانسان ايجابي بيحب العمل والنشاط ممكن اقول قارن بين نظرية XY ممكن اقول نظرية XY تهتم بالافتراضات عن الطبيعة البشرية ولها لها نفس التعريف للانسان غلط نظرية XY وجهين لعملة واحدة حيث تفترض كسل الانسان وعدم طموحه غلط نظرية XY تفترض ان الانسان مخلوق يتميز بالإيجابية خطأ تمام؟ طيب نيجي هرم مثله للحاجات وسبق لكو درستو يرى ان الفرد عنده عدد من الحاجات لها اهمية هرمية بتبدأ من القعدة وتزيد بنقول الحاجة الاكثر اهمية لابد من اشباعها في البداية وتنشأ حاجة تانية تسيطر على الشخص وتتملى تفكيره ويبتدي يدور عليها وكل ما استجدت حاجة كل ما الهرم علي درجة ادي هرم الحاجات لمسله حاجات فيسيولوجية وانتو عارفينها اللي هي الاكل والشرب واللبس والراحة بعدين الامان حقق الامان الحاجة الاجتماعية والحب والعلاقات مع الاخرين حققها يبتدي يطلع عليه تقدير النفس واحترام الاخرين بعد كده يبتدي يحقق ذاته وهرم مثله ممكن يجيلي اشرح بالرسم فقط ممكن يلخبط لي الحاجات من قعدة الهرم لأعلى الهرم وممكن يقول لي في عبارة صح وغلط ان هرم الحاجات لمسله كان بيتكلم على حاجتين وهو المجموعة زي ما انتو شايفينها خمس حاجات هنا نشوف ايه الانتقادات بتاعة نظرية مثله بيقول لما اجي انتقده هيقول ليس من الضروري ان ينتقل الفرد من حالة الى اخرى بنفس الترتيب الذي وضعه مثله يعني واحد مش عايز يتجوز مش عايز يعمل بيت وحر من ما عايز يدرس ماجستير ويعمل دكتوراه ويقدر ذاته ويشتغل ويعيش حياته اوكي واحد تاني همه الحاجات دي ومش همه يلبس كويس ماشي واحد تاني كل اهتماماته اكل وشرب ولبس وراحة وبس ومش عايز يعمل اسرة ولا يعمل اي حاجة وخلاص يبقى اذا ليس من الضروري ان ينتقل الفرد من حالة الى اخرى بنفس الترتيب اللي وضعه مثله المجتمع له تأثير على نوع الحاجات وترتب ايوه المجتمع بيجبرنا في بعض الاحيان ان احنا نعمل حاجات معينة وما نعملش حاجات تانية مثلا لنقص المرتبات نقص المرتبات ممكن يخليك قاعد في القاع في الحاجة الفسيولوجية وبس طرف تطلع لقدام لا عارف تتجوز ولا عارف تعمل بيت ولا عارف تتعلم اكتر من العلام اللي انت بتتعلمه اذا المجتمع له تأثير على نوع الحاجات وترتب والعكس صحيح لو انت في بلد الامكانيات فيها عالية جدا والناس كلها بتعمل دراسات كومبيوتر انجليزي دراسات عليا هتلاقي نفسك ماشي وراهم وبترتب الحاجات بتاعتك واولوياتك شبههم تختلف اهمية الحاجات لنفس الفرد من فترة لفترة سني بيتغير حاجاتي بتتغير مسئولياتي بتتغير حاجاتي بتتغير عدد الاطفال عندي كتر هبقى ماسك في نفسي وعمال ادور على حاجاتهم واهتماماتهم ما عنديش ولاد وما تجوزتش طب ما تعلم واتوظف وعلى 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 تمام طيب قد يندفع الفرد لسلوك معين لاشباع حاجتين او اكتر في نفس الوقت عندي قدرة وعندي استطاعة هعمل الحاجتين في نفس الوقت مزاي ما ماسلو بيقول بتدرد النتائج في التقرير تستخلص من الوقائع والأحداث مزاي ما هو بيقول سنة بسنة وفي تدرد يبقى اذا ممكن يجي لي سؤال سؤال مقالي يقول لي ما هي نظرية ماسلو وما الانتقادات التي تعرض ليها او يجي لي اشرح برسمه فقط هرم ماسلو او يجي لي يقول لي الانتقادات لنظرية ماسلو كانت ان المجتمع له تأثير على نوع الحاجات وترتبها وان الحاجات تختلف اهميتها لنفس الفرد من فترة اخرى وان النتائج في التقرير تستخلص من الوقاعة والأحداث كل ما سبق يبقى كل ما سبق من انتقادات نظرية ماسلو ان المجتمع ليس له تأثير على نوع الحاجات وترتبها هقول لا غلط لان المجتمع له تأثير على نوع الحاجات وترتبها تمام نشوف نظرية ال بيقول ايه بيقول ان حاجات الفرد يمكن تقسمها لتلات مجموعات فقط ادي اول فرق من الاول كده عن ماسلو ماسلو قال هم خمسة انما ال الوجود الارتباط النمو وانتو نفسوكو تقدروا تقسموا الخمسة هنا الوجود يبقى انت عايز ايه حاجات فيسيولوجية تاكل وتشرب وتنام وأمان طيب الارتباط اللي هو هناك عندنا الحاجات الاجتماعية النمو تقدير الزيت واحترام الزيت يبقى ايزا الديرف عمل ايه دمج الخمس حاجات فيه تلاتة بس وجود ارتباط نمو يبقى ايزا ممكن ايه يقول في عبارة صح وغلط قسمة قسمت نظرية مثلو الحاجات الى الثلاثة هقول لا غلط مش فاكر انا مش فاكر الخمسة بس اقدر اقول ان الديرف هو اللي قسمهم تلاتة هقول قسمت نظرية نقط الحاجات الى وجود ارتباط نمو وهكتب تحت نظرية مارسلو نظرية ادوارد ديبونو نظرية اه اه الديرف اللي بعرفنا هو مين خلينا نشوف الاختلافات ما بين مثلو والديرف مثلو تقسم الحاجات لخمسة الديرف عمل ايه قسمها لثلاثة مثلو افترض ضرورة اشباع الحاجات الدنيا قبل العليا بالترتيب نمشي من تحت لفوق الديرف ما افترضش ضرورة اشباع الحاجات الدنيا قبل العليا كل واحد يشوف الحاجة اللي عايز يشبعها ويشبعها الحاجات غير المجبع فقط هي التي تؤثر على سلوك الفرد انما هنا قال يمكن للحاجة المجبع ان تعمل كبديل للحاجة غير المجبع يعني ممكن اكتفي بحاجة واحقق فيها ذاتي وانا ما حققتش الحاجة اللي قبلها يبقى اذا قارن في شكل جدول ما بين نظرية ماسلو والديرف اهي ادي المقارنة او ما هي مزايا وعيوب هعكس هنا ودي بدل دي او اني انا اقول عبارات صح وغلط عن مثله ان هو قسم الحاجات لتلاتة والعكس بعد كده نقول الحوافز وانا بقول عندي دفعية وعندي قدرة ورغبة عندي نظرية اكس وواي قالتلي خد بالك ان هو كسلان مش هيشتغل اللي زدته فلوس يبقى هقول احفز بقى هنقول الحوافز تعد من الوسائل الفعالة التي تعمل على تحقيق اهداف المنظمة وهي مجموعة من العوامل والمؤسرات الخارجية التي تسير الفرد وتدفعه نحو بازل جهد من عمله والامتناع عن الخطأ فيه وتقدم نتيجة لأداءه المتميز انت متميز خد حافز ويختلف الاجر عن الحافز باعتبار ان الاجر يحدد مسبقا وانا بتفق معاك عشان تمدي العقد بتاعك بقولك انا هديك الف جنيه انما في حوافز بس مس سبتة على حسب يبقى ازا ناخد بلنا ان في حق سابت نسبيا وفي حاجة متفق عليها من البداية وده فرق ما بين الحافز والاجر برضو ممكن اجيب عبارة صحة وغلط واقول الحوافز متفق عليها مسبقا يبقى ايه مش هينفع كده غلط ممكن اقول نقط هي وسيلة فعالة تعمل على تحقيق اهداف المنظمة وهي مجموعة من العائل المؤسرات الخارجية واكتب تحت الدوافع والحوافز الادراك لا شيء مما سبق بايزا هي الحوافز نصنفها ايه دا يعني ممكن يقول لي يعرف الحوافز وصنفها ممكن ممكن يقول لي صنف الحوافز من حيث انواعها واشرح واحدة فيهم ممكن طيب ناخدها واحدة واحدة اول حاجة تصنيف الحوافز من حيث انواع مادية ومعنوية مادية تصرف في صورة نقدية مادية فلوس في ايده وتشبع حاجات الانسان الاساسية وهي من اقدم انواع الحوافز كل الناس كل الناس ماشي عليهم حوافز معنوية تتنوع وتتعدد منها ما يتعلق بالوظيفة مثل هرأيك هديك فرصة انك تترق هدربك هدخلك في فرق عمل وزودلك الدخل بتاعك بشكل اخر هكفأك باني احط لوحة شرف واحط صورة تكفيها هديك درع يتحط على مكتبك يبقى معروف ان انت قديت اداء كويس تمام كده يبقى ايزان مادية و معنوية ومنها وظيفية زي الترقية والاسراء الوظيفي ومنها ما يتعلق بالبيئة زي التدريب وعدالة الاجوء يبقى اقدر اصنف الحوافز من حيث انواعها المادية ومعنوية واقدر اقارن ما بين الحوافز المادية والمعنوية واقدر كمان اقارن ما بين الحوافز المعنوية الوظيفية والبيئية يمكن يجيلي عبارة صح وغلط ويقول لي من الحوافز المعنوية البيئية فرص الترقية هقول له لأ غلط لأن دي عوامل معنوية ووظيفية مش بيئية إنما البيئية زي التدريب وعدالة الأجور وجماعات العمل طيب نشوف وهو من حيث طبيعة الجزاء هقول إيجابي أو سلم إيجابي وهي التي تحمل مبدأ السواب للعاملين وتلبي احتياجاتهم ودوافعهم لتحسين أداءهم حافز إيجابي وفي حاجة أسمع حافز سلبي إجراءات وعقوبات تتخذ لحس الفرد على العمل وتتمثل في تخفيض الصلاحيات والمسؤوليات بتاعته أحجم الشغل بتاعك تقوم تحس إنك أنت كده هو ليه ركني على جنب أنا مش كويس إنما ما أزنيش هيكافئ الكل بس مش هيديني مكافئة إنما ما خفض ليش الفلوس بتاعتي يبقى ده اسمه حافز إيجابي وحافز سلبي ويجب أن نجمع بينهم يعني ما حسبش واحد بس كله إيجابي ولا كله واحد بس سلبي تمام؟ يبقى إذن صنفناها مادية ومعنوية وصنفناها إيجابية وسلبية ممكن يقول لي برضو قارن ما بين الحوافز السلبية والإيجابية تصنيف بيقول لي فردية وجماعية ده بقى من حيث المستفيدين منه فردية هي كافة الحوافز المادية والمعنوية والإيجابية والسلبية الموجهة لفرد معين دون غير يعني الفردية ينفع تبقى مادية ومعنوية وإيجابية وسلبية مصبوط بس لي أنا وبس إنما الجماعية هي التي توزع لمجموعة العاملين نتيجة جهدهم المشترك تمام؟ يبقى في فرق بين الفردية والجماعية وعرفنا إيه الفرق بينهم وخد بالك أن الفردية ممكن أقول عبارة صح وغلط تصنف الحوافز من حيث المستفيدين لفردية وجماعية والحوافز الفردية قد تكون مادية أو معنوية وإيجابية أو سلبية فالعبارة صح كده نصنف الحوافز من حيث درجة أهميتها بنقول فيه حوافز أساسية وفيه حوافز بديلة إيه الأساسي ده بقى؟ مخصص لإجباع حاجات معينة وتقدم للأفراد نظير القيام بمجهودات معينة إنت هتقعد فترة مسائية تفضل أهو حافز أساسي مخصص لإجباع حاجاتك طيب حاجات بديلة إيه بقى؟ الحوافز البديلة دي بقول تستعيد دي على الإدارة عن الحوافز الأساسية مش لاقي إما لنفاذ الحوافز ما عنديش حافز أساسي أو لاستحقاق عدد كبير من العاملين ناس كتيرة قوي مستحقة فمش عارف أعمل إيه فهبتدي أدور على حوافز بديلة طيب نقول والحوافز اللي احنا قلني عليها دي إيجابية وسلبية ومادية ومعنوية وفردية وجماعية إيه الاعتبارات اللي انت بتراعيها لما تصمم نظام الحوافز بتاعك ده؟ هل عندك اعتبارات ولا لا؟ لازم يعني مش معقول يكون فيه مكان عنده نظام للحوافز وما عندوش اعتبارات أول حاجة بيقولك دراسة دوافع العاملين والعامل المؤثرة فيها باستمرار وباستمرار دي مهمة جدا ليه؟ لأنه لو ما كانش باستمرار أنا ممكن الدوافع بتاعتي زي ما قلت تتغير من وقت لوقت ومن حالة لحالة تاني حاجة توجيه العاملين نحو الأعمال التي تتفق مع قدراتهم وميولهم انت ما تقدرش تعمل ده وأنا اكتشفته في تقييم الأداء بتاعك يبقى نوع من أنواع تصميم نظام الحوافز إن أنا أوجهك إن أنت تعمل الشغل اللي ينفع مع قدراتك وميولك عشان تقدر توصل للحوافز تالت حاجة قالي أن ترتبط الحوافز بأهداف العاملين والإدارة معا أيوة أنا بقول إن أنا عايزة أحقق مليون جنيه أرباح فلازم وأهداف العاملين ولما أنا أحقق دول أنا هديك أنت قد كده نسبة رب يبقى إذن أنا هربط الحوافز بالهدف الأساسي بتاعي كل ما حققت لي 50% تاخد انت كذا كل ما حققت كذا تاخد كذا ضرورة أن أنا أشوف نظام الحوافز ويكون واضح ومفهوم للجميع يبقى واضح الكلمة دي غلط تنويع الحوافز المقدمة وتقديم المزيج المناسب منها يبقى فيه إيجابي وفيه سلبي فيه فردي فيه جماعي وفيه مادي وفيه معنوي عشان الناس ما تزهقش مراعاة عدالة الحوافز بحيث يشعر العاملون بأن الفرص متاحة للجميع يبقى فيه عدالة في توزيع الحوافز ما يبقاش فيه واحد على طول على طول على طول بتحفز والتاني ما شفش الحوافز طول عمره مراجعة وتقييم نظام الحوافز المتمع بصفة دورية وده علشان أشوف هو مناسب ولا مش مناسب للجميع يبقى إذن هناك اعتبارات يجب مراعيتها عند تصميم نظام الحوافز هذا رأسأل أقول ما هي الاعتبارات التي يجب مراعيتها عند تصميم نظام الحوافز أو أني أخذ واحدة فيهم كل واحدة أعملها عبارة صح وغلط أو اختيار من متعد أو أني أجبها في صورة سؤال كامل عن الحوافز ما هي الحوافز وما هي أنواعها وما الاعتبارات التي يجب مراعيتها عند تصميم نظام الحوافز أو بما تفسر وجود اعتبارات لتصميم نظام الحوافز تمام كده؟ يبقى خلصنا الجزء نظام الحوافز والدافعية نيجي للمشكلة الثانية المهمة وهي مشكلة انخفاض أداء العاملين طيب تتوقف على حاجة أداء العاملين بيتوقف على عنصرين زي ما قلنا في الأول قدرتهم على العمل ورغبتهم في العمل شوف ده قوي وده سعيد عنده رغبة دي ودي لازم تجتمع عشان يبقى بيشتغل وهو أداءه عالي إذن الأداء بيساوي القدرة على العمل في الرغم فيه تمام؟ هي يبقى معنا القدرة القدرة أن الفرد يستطيع القيام بأداء العمل الموكل إليه بالدرجة المطلوبة مع الإتقان مقابل ذلك في معايير كمية وزمنية ونوعية الفرد يستطيع القيام إنما ما عندوش الرغبة يبقى ما عملتش حاجة وأدائي بقى مش كويس إنما عندي قدرة وقدرتي يعني أن أنا أقدر أشتغل بالدرجة المطلوبة وبإتقان كويس ومقابل معايير أنت وحتطهالي كمية وزمنية ونوعية طيب هاجي أقول عبارة صح وغلط نعني بي الدافعية أن الفرد يستطيع القيام بأداء العمل الموكل إليه بالدرجة المطلوبة من الإتقان العبارة خطأ لأن دي القدرة طيب هاجي اختيار من متعدد وهقول نقط هي الفرد الذي يستطيع القيام بأداء العمل الموكل إليه بالدرجة المطلوبة من الإتقان وأجي تحت وأكتب الدافعية الرغبة القدرة لا شيء مما سبق هيبقى الرد بتاعي هو القدرة طيب هقول آآ 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 آ� يبقى التالتة هي العبارة الخطط تمام كده يبقى اذا اتكلمنا في مشكلتين من المشاكل اللي احنا بنعاني منها كمشكلات تنظيمية وادارية والقاكم في المحاضرة القادمة على خير ويا رب تكونوا استفدتوا واستوعبتوا المادة العلمية شكرا وإلى لقاء اشتركوا في القناة